بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى الثالثة عشر لصورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقياته أهرب مدبولي عن أمنياته ودعواته للمولى عز وجل بتوفيق والسداد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها وتشهدها مصر بمختلف ربعها في جميع المجالات وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها كما توجه بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار